موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار حياة طبعا كتير جدا من البنات والستات بيسمعون الست البيت والمطبخ والأولاد طبعا الأولاد والبيت والمطبخ على رأسنا ولكن الست ديها طموح الست ديها حاجات تانية كتير أسفل كتير جدا ومن حلقاتنا اللي احنا عملناها أن الست المصرية تقدر تعمل كل حاجة وأي حاجة طبعا احنا معنا البش مهندسة والأستاذة الجميلة واللي بجد أنا يعني اتشرفت أني أنا موجودة معاها النهاردة نادين أهلا وسهلا بيك أهلا بيك زي حضرتك الحمد لله في البداية أنا عاوزي أتعرف عليكي أكتر وأتعرف على قصة كفاحك أكتر بمعنى أصح تمام أنا نادينة عبدالواحد السعيدي أنا جرافي الدزاينار بقى لي خمس سنين حال أنا مجال دراستي أصلا بعيدة كل البعض عن الدزاين أكيد أنا خارجة أدايب عربي جامعة الأزهر حال بس ما كنتش حابة مجال دراستي وده دليل على أن السيدة المصرية بتدرس حاجات كتير جدا وتعمل حاجات كتير جدا كلها في بعضها أو المطبخ برضو بيتها على رأسها مزبوط أكيد طيب خلينا نتكلم بقى عن بداية البيتش أو بداية الشركة كانت إزاي هقولك أنا اشتغلت خمس سنين حال بس نزلت الأول في شركات الأول علشان أجمع خبرة كويسة يكون عندك خبرة مش تفتح الشركة على طول كده مزبوط البيتش بدأت فعلي من ثلاث سنين بدايت أبني فيها واحدة واحدة بس هي كلها أغلب الوقت فيها كان الشغل بتاعها أونلاين بس لحد ما إن شاء الله إحنا الأيام اللي جاية بنجهز المقرة بتاعنا حبيت أن أنا أبين أو نشتغل أكتر في البيتش عن أوضح فكرة الديزاين إزاي توصل المسج بتاعتك من خلال الديزاين إزاي الكلينت لما بيجيلي عاوز مثلا يبيع منتج معين إزاي أنا هسوأ له المنتج ده أكيد والديزاين هو أساس أساس هو ماركتنج ده هو أول خطوة معنا أصحب بظبوط هما الاثنين جزء بيكملوا بعض جدا أنا بترجم المسج اللي كلاينت عايز يوصلها من خلال الديزاين بس فبدأت رحلة بقى البيتش بدأت فيها واحدة واحدة لحد ما إن شاء الله الحمد لله يعني وصلنا فيها طبعا كل التحيات والتقدير لكي أنك اشتغلت على نفسك في البداية مش قلتي أفتح بقى شركة وأجابت والكلام ده كله بدا أتخذت كورسات وبعد كده اشتغلت فريلانس طب كورسات أونلاين طب نزلت كورسات تاني نزلت اشتغلت في شركات ترينينج بيخد الموضوع طب خلينا نتكلم عن جانب الوالد والوالدة قالوا لك بقى أنت درسة حاجة خليك فيها بلاش تروح لحاجات تانية والكلام ده كله بنسمح حكتير جدا بالعكس يومما كانوا أكتر نيس سابورت ليا في الحتة دي طب ممتاز جدا أنهما شجعوك آه جدا وخصوصا يعني بابايا كان دايما مؤمن بيا في وقت أنا نفسي ما كنتش مؤمنة بيا اللي هو أنت شوفي أنت عايزة تبدأي في إيه وأنا معي شوفي أنت عايزة تدخولي في إيه وأنا في ظهرك ما تقلقيش أنا اشتغلت منو أنا في بدرس كنت حابة أن أعرف أنه هشتغل في مجال إيه اشتغلت في السيلز شوية اشتغلت في الماركتنج شوية وهو كان يعني سابورت ليا جدا في الحتة دي ممتاز جدا طبعا إحنا معنا الجمال والبهجة شغلة حضرتك مرسي ربنا كليك بجد حاجة يعني جميلة جدا تعزيني الباقي تكلمينا أكتر عن الشغل الجميل ده تعمل إزاي المجهود والتعب هو مجهود وتعب جدا أيام جدا بصي احنا اشتغلنا على أكتر من حاجة احنا ممكن تلاقي أن أغلب شغلنا مجال الطبي أكتر احنا اشتغلنا مع شركات كتير برضو بس أغلب شغلنا عيادات اشتغلنا مع المشتشفى الجلال العسكري عملنا لها شغل عملنا شغل البهية عملنا شغل اللي ده كترة أسنين وده كترة جراحة وده كترة نسا وتوليد أغلب مجالنا كنت بركز أكتر على الميديكا طب أنا كدكتور او أنا عندي عيادة او شركة او عندي حاجة خاصة بيه عايز أعمل ليها ديزاين أول خاصة بتخذيها معي او ايه أول حاجة بتطلبيها مني احنا بنبدأ اول حاجة ان انا ببدأ ادخل ميتنج مع الكلينت تمام ابدأ اعرف هو عاوز اين او الاستبل اللي هو واقف عليها علشان اقدر اعمله البلان استراتيجي اللي هنمشي عليها ممتاز دكتور بيجي مثلا انا عندي بيج بس ممكن تكون مش افضل حاجة بنبدأ نعمله ريبراندينج للوجو بتاعه بنبدأ نعمله ديزاين سوشال ميديا طب حلوة قوي بتقدم فيها السيرفوس بتاعته الوفر كل حاجة ها بيعملها بنبدأ نعملها ديزاين نوضح فيها يعني قبل التنفيذ زي تصميم 3D كده احنا بنعمله البلان الاول بنعرضها عليه يعني بنعمله البلان نقول له ان احنا مثلا احنا اول شهر هنشتغل على واحد اتنين تاني شهر هنشتغل على كذا تالت شهر هنشتغل على كذا تبقى البلان مفصلة جدا التيم بتاعي بيشتغل فيها كلها يعني سواء الكونتنت سواء الديزاين الموشن المونتاج الميديا باير كل الحاجات دي احنا بنبقى مجهزينها ببلان من قبل ما احنا نشتغل نعرضها عليه انت بوريك شغلك قبل ما يبدأ اي حاجة بقدم لك ريبورت كمان انت انا استلمت شغلك كان ايه وهوصله لك لايه الريبورت ده بيبقى معين من قبل ما نبتدي حالي يعني بتبقى كل حاجة واضحة قدامه كويس جدا بحيث نعمل لها الاختيار مش عاجبني او التصميم مش عاجبني في الحتة دي احنا بنبدأ نعمل اكتر حاجة بنعمل عليها سكيتشات هي البراندي فاكتر حاجة بنبدأ نبدأ نشتغل عليها ويخد فيها رأي العميل هي البراندي اللوجو هي العلامة التجارية مهمة جدا جدا لأي مجال فببدأ ادخل مع الكلينت ميتنج ابدأ اعرف هو عاوز يعمل ايه اخد منه بريف كامل عن شغله كله عن افقاره عن الجمهور اللي هو هيستهدفه عن كل حاجة هو عاوز يعمل بعدها ببدأ ادخل في مرحلة الاسكيتشات الاسكيتشات دي ببدأ ارسم الخطوات او ابدأ ارسم الاشكال اللي احنا ممكن نعمل منها اللوجو اللي من خلالها بيوصل للكلاينت المسج بتاعته بعدها ببدأ اعرض الاسكيتشات دي بالافكار بكل حاجة للكلاينت مع شرح ليها مشالله يعني اللوجو ده انت عندك صبر جيش اهو ايه الصبر ده لازم لازم تجي فاهم كل حاجة بوهد كل خطوة بخطوة انا بقدر جدا ان هو جاي واثق فيه اه 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 انا جاي انا عايز ازرني حاجة فانا ببقى مقدرة جدا حتى تستقدي فببقى يعني اكتر حاجة ببقى مهتمة بيها ان انا اشرح لك كل الخطوات حقك علي انك تاخد حقك كله كامل في الشرح في الافكار في كله العميل نوعين نوع اللي هو مكنشن اللي عاوز دي عاوز دي وهي اصلا مش تقوبة لطيفة وانا اللي بقولك انا سايبلك الامر لك انت هو العميل التاني ده بيبقى مريح جدا طبعا انا سايبلك كل حاجة لك انت فانت خبرة فانت هتطلعي حاجة ممتازة بزبط لكن اللي هو انا عاوز دي طب مش تقوبة لطيفة هي دي انا عاوزها التصميم ده فهمك بوسي ده ببدأ اتعامل معي ان انا اشرح له الاساسيات اقول له مثلا ان احنا الافضل او الافضل اللي احنا هيخدم في الشغل كله ان احنا نعمل واحد اتنين تلاتة وبشرح له شرحة مفصل بأدلة زي ما بيقولوا اقتنع اوكي بنبدأ بقى يعني نبدأ شغلنا اما اقتنع شو هو حبي يعني هو الحاجة بتاعته او الشكل بتاعه او الرؤية بتاعته ببدأ انا في زهي مفيش فيها اي مشكلة بس بيبقى شرح المسبق لها يعني لو انا عملت العليا وانت اختار اللي انت عاوزه بزرط طيب ما بين الاتفاق وما بين التصميم وبين التنفيذ وكل ده وقتها دي ما بيبقاش كتير احنا بنبدأ نعمل يعني من اول ما بناخد البريف من الكلاينت الميتنج بيتم سواء اونلاين او اوفلاين باخد منه البريف كامل باخد فترة ما بين اسبوع او عشر ايام ابcen اجهزيها البلاين بيبقى تاعتي كلها علشان اقعد مع الكلاينت تاني ابدا نتكلم معي احنا هنعمله اي انا انخدت كل الحاجة اللي عندك هبداع �افظة الحاجة دي ازاي او هوظف الحاجة دي كتير اقعد الفترة بتاعتنا وابدا اقعد مع الكلاينت تانى Ultra Blaine اللي انا جهزتها جهزه سواء بقى توالي الخدمات بتاعتنا اللي احنا بنقدمها ميتز بنبدأ بقى بعضهاة طول خلاص مجرد ان احنا اخدنا البروف ده على التفاق على كل حاجة وخلاص كله تمام بتبتأي التنفيذ اه بنبدأ التنفيذ على طب يعني ما بين التنفيذ والاتفاق اسبوع عشر ايام بالكتير بس عشر ايام او اسبوع بالزبط ممتاز جدا طيب خليه بردو نتكلم عن المحافظة عن المحافظة بتفرق في الوقت وفي التكلفة ولا كلها واحدة لا لا خالص وهل الشغل في كل المحافظات ولا في محافظات معينة لا احنا بنشتغل مع كل المحافظات الاسعار بتعيدنا كلها واحدة الموعيد كلها واحدة كل الحاجة فيها سبتة هي بتختلف معينة احنا كمان شغلنا مش في مصر بس احنا اشتغلنا مع دول برا احنا لقين شغل في السعودية لقين شغل في الكويت والامارات اه اعملنا برند اكسسورات ايطالي الاردن احنا اشتغلنا مع برندات كبيرة قوي برا مصر يعني مش في مصر بس مش هالله عليك طب انا برضو معلش ممكن سؤال ده يدائق شوية لا خالص في كتير جدا بيقولي طب مديس انها صغير جابت خبرة ازاي او لا خليني في حد كبير او لا خليني في ولد بلاش البنت بنلاقي الجزئية دي كتير جدا هي بتفرق بقى في الحتة اه هي موجود هي بتفرق في الحتة ان يعني الخبرة قدما انت هتقدم شغلك بيتكلم عنك مزبوط اه بالزبط وانت من شاء الله ليكي سابة اعمال بهاية ومستشفى يعني حاجات كتير جديد من شاء الله عليكي هي بتفرق في الحتة دي بقى في الشغل يعني اه اوقات كتير بيجي فكرة انه طب هوا انت عندك كم سنة اصلا عشان اجي بسكت شغل شركة كبيرة زي او شغل مستشفى زي الجلاء يعني كب جماما ايوة فببدأ بقى يعني الحتة دي بتبقى بالنسبة لي تحدي انه لأ انا اقدر اعمل الشغل ده واطلعك بنتاج كويسها وسلمك شغل في الموعيد دي وسلمك شغل كويس يعني ساعدك في نجاحك فاهماني اه انا انا جاي هنا عشان اصابتك بما انا اصح الشغل كويس اه يعني هي مالهاش علاقة بالسن خالص ومالهاش علاقة بولد او بنت خالص بلاقص لا لا خالص لها علاقة بالدماج بالشغل او الشخص ده عاوز يوصل لي ايه مظبوط تمام طيب العيادة بتفرق عن الشركة ولا كلهم الوقت واحد وكلهم التصميم ما بيخدش معاك برضو لا المجال نفسه بيختلف شغل العيادات غير شغل المطاعم غير شغل البراندات وغير برضو ان انا اسوأ لمنتج برضو اه بالضبط لا الشغل فيها بيختلف علشان الديدلين بيبقى مهمة جدا للكلينت تمام لكن طريقة الشغل اه بتختلف كتير طريقة عرض المسج اللي الكلاينت عاوز يوصلها للجمهور بتاعه اكيد بتاخد مننا وقت في التنفيذ ممتاز جدا خلينا برضو نتكلم عن فكرة التواصل ما بينك وما بين الشخص بيكون ازاي اول حاجة احنا بنبقى التواصل من خلال البيج او الانستجرام او الواتساب الخاص بينا تمام بعرف الكيس بتاعت الكلاينت اللي جاي لي ايه شغله مجاله وعاوز يعمل ايه عاوز يشترك في ايه بالضبط التيم بيبدأ يجيب لي الدايتا دي تمام ببدأ انا ادرس الموضوع وعرض يعني ببدأ نحدد ميتين جميعا بتروحي تنزلي الشركة وتشوفي كل ده ولا ممكن تتواصل يكون اولاين بحيس ان انا مثلا مش فاضي عندي شغل تاني فنتواصل اولاين اخر ممتاز عندنا الاتنين على حسب الكلاينت نفسه ايه يعني الموضوع مستاهل ان احنا ننزل نعمل اروح مكان عين مكان اه بيحصل معانا اوقات كده اوقات ممكن انا ابعت مندوب عني لو في حاجة مهمة اوي في المكان يعني وفي اوقات بينبقى اونلاين في اوقات بيجي المقر ده ميتينج زوم او ده بيبقى كل اونلاين طب حلوة جدا وقتيني برضو ان الناس بتتعامل معاك بقالها كتير جدا في الخلال بالله او الحمدلله او الحمدلله احنا بقالنا ثلاث سنين وزيادة احنا اونلاين بس ممتاز يا دو ببتديت ان انت اسلش الشركة في الوقت ده بس بزيط قريب ان شاء الله كل اللي افتتاح قريب ان شاء الله وتفتح ليه هفروح كتير جدا انت حد ناجح ومشاء الله عليك يعني من البنات اللي يفتخر بيها وياخدها قدوة بجد يعني السنة صغيرة بس تعب ومجهود وضح في خلال سنين بسطة جدا اكيد خلنا برضو نتكلم عن فكرة التعامل ما بينك وما بين العميل والتكلفة بتدفع ازاي احنا التعامل بعد ما بياخد بقى خلاص استلمنا اللي هو استلم البلايم بتاعته واستلم هيعرف هنعمل ايه وهنمشي ايه والاستاب هتبقى ايه اللي احنا هنمشي بنبدأ بعد كده بيدفع ديبوزت بعد كده بيستلم 75% من شغله عند امتهاء اخر حاجة او اخر التسليمات بيدفع اخر دفع كنت لسه اسألك هل فيه عقود ما بين الشخص او فيه ضمانات للشخص وليكي برضو ولا بيبقى فيه كوتشن بيوصل العميل بالامضة بتاعتي بكل حاجة عشان يضمن حقوقه تمام حلو اوي برضو فكرة ان انت تمدينه على عقد او تمدينه على حاجة معينة يضمن حقوق دي حاجة حلوة جدا طيب فكرة بقى ان السرقة بقيت كتير جدا ان انا ادخل على صفحتك واسرق منك شغلك دي بسيطة جدا ده او دلوقتي انت تسرق البيت جو نفسها بالضبط او حاجات كتير جدا بمتحسن انت بتعملي ايه او ازاي افرق ما بين شغلك وشغلة غيرك بصي هو يعني الموضوع بيبقى صعب شوية في حتة السرقة دي لان دلوقتي الزكاية السطرعي ما سابش حاجة يعني الا لما دخل فيها للأسف فانا بحاول على قد مقدر ان كل الشغل يبقى لي ستايل معين في شغلي يبقى معروف بطريقة شغلة معينة مزبوط فبحاول ان انا يخلي شغلي لطريقة عرض معينة البرزنتيشن اللي بقدمها للعميل تبقى بطريقة معينة الحاجات دي كلها بحاول يبقى ليسطايل خاص بشغلي انا بس حلوة برضو ان انت بتفكري خارج السندوق لا طيب احنا معانا مداخلة تليفونية الو الو استاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك عاوزين بقى انا عارف حضرتك تعملت ازاي مع استاذة ندين او بش مهندسة ندين طبعا انا بداية كنت شفت البيج بتاعتها تمام كنت شفت بريفيس ورث ويها وشغلها القديم اللابل كده وانا بحكم طبعي بحكم وظفت يعني ان انا اشغال سوفتوور دي غوليبر فبحتاج زي ناس كتير لكلينت كتير عندي فمجالات مختلفة بقى فمجال السوفتوير فمجال الصحة فمجال الليقة البدنية فمجالات كتير طب ممتاز جدا هل بقى الموضوع خد وقت معك زيادة او لقيت ان الوقت يعني صعب ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني في التعامل مع دي شماليسانة دي الدقة في المعايد طب ممتاز الموضوع ما كانش بياخد وقت طويل لان انا كمان بتعمل مع كلينت ثانين فكنت محتاجي شغلي طلع في اسرع وقت ممكن باعلى كواليتي مش محتاج ان انا رجع تاني عالشغل بنقوله بديد كل ده كانت حاجات مريحانة تتعامل ممكن بكل اللي انا محتاجه اكيد طبعا يما تتعامل مع حد فاهم شغله غير ما تقوله اعمل واعمل بالظبط انا كنت كل اللي محتاجه بس ان انا اشرح انا محتاج هنا ايه يعني انا محتاج مثلا ديزاين عن كذا مش باتر بنفس بقى في الفكرة او في الالوان او في اي حاجة من الحاجات دي ممتاز من صراحة كانت شخص مريح جدا في التعامل كانت شغل يطلع مرة واحدة مش محتاج ان انا راجع عليه حتى كلهم كان بعجبهم الشغل جدا طب حلو جدا احنا على كده بقى نشتغل واحنا مغمضين معها اكيد افندي نشكر حضرك على المدخرة الجميلة دي شكر لحضرك ايه جمال ده ارسيه اكيد ان العميل هو يقول رأيه او بتفرق جدا وبيفرق كمان ان انا اقدم للعميل كل حاجة في وقتها واقدم له السيربس بتاعتي في وقتها علشان يبقى فيه تعامل بيننا اكيد انت جاي واثق في شركتي جاي واثق في التين بتاعي جاي واثق في شغلي الفكرة لو عمدت اي حاجة مش عاجبيني مش هتعامل معك تاني بالضبط احنا معنا عملة يعني انا معايا كلاينت بقى له سنتين معايا كلاينت مستمرة معايا بقى له سنة ونص دي حاجة او دي حاجة بتبسطني جدا ان الكلاينت مجرد ما بيبقى تعامل معايا ممكن يقف فترة ويرجع بس انا هرجع وقت ما هشتغل هشتغل معك انت لان انا جربتك في التعامل دي سهلة بسيطة بتريحيني في اختيار برضو الحاجة المنصقة لشغلي دي حاجة في حد ذاتها ممتازة جدا والعمل ليه اللي يريحوا بظبط بيديلهم اليحية وطلع له شغل ممتاز بيبقى عاوز اهتمام بيبقى عاوز حد يشرح له لانه اغلب الناس ما عندهاش دراية كاملة بشغل الميديا انا جاي ما عارفش انت هتقدم لي ايه انا عاوز اوصل له هدف معين فانا جاي لك انت هتعمل ده انت هتعمله ازي بقى انا معرفش فانت يعني من حق الكلينت انه يتشرح له كل حاجة لو انا جاي وشغلي ده انا عاوز اعرضه معك بس مش عارف ازاي او عاوز اعمليه ايه او هتقدميلي ايه او هتعملي ده ازاي او هوصل للنتائج اللي انا عاوزها ازاي ده بنبدأ بقى نشرحه واحدة واحدة نبدأ نعمله بلان نبدأ نزبط له كل حاجة ونوضح له كل حاجة علشان يبقى مطمئ خلينا نتكلم مع نادين بقى بلاش البش مهندسة نتكلم معاك وجهة صعبات كتير كتير جدا اكيد انا في الاول مش حابة مجال دراستي خالص طيب هبدأ انا هبدأ اشتغل ايه طيب انا هروح فين اصلا طيب دراستي كارداء للأهل يعني لا اللي هي بقى خلاص انت دراستي جماعية وشاهدة لكن الفكرة كلها انك في الوقت ده كان بيجي طيب انا عاوزة مجال المعين انا حاسة ان انا بيبدأ فيه حاسة ان انا مهما هتعب انا مش زهقانة انا اوه احنا بنقعد ممكن نقعد اشتغل بالثمن ساعات في بروجيكت ممكن يبقى فيه بروجيكت شغالين عليه باسبوع متواصل مع تعديلات العميل مع الحديد كلها يعني عالم تاني الفكرة بقى ان انا بتعمل كل ده وانت مبسوط بتعمل كل ده وانت راضي تعمل حاجة تكون راضي عن الحاجة اللي انت بتعملها بالضبط انك مش مش حاسس انك متضايق او ان الوقت اللي انت بتضيعه ده انت تعبان فيه تمام بدأت بقى انك تدوري على اكتر من حاجة هتشتغلي فيها لحد ما مستقريت على انا حبيته خلاص بقى انا عاوزة بقى هنا انا عاوزة اقدي هنا عشان انه هتطلع شغل كويس طيب خليني بردو نتكلم عن اسمي بادش نادين ديزاين اوه سمتيها الاسم حستها انا رجسية شوي اه اه طبعا فانا استغربت طب ليه سمتيها الاسمي يعني ممكن تسمي اي اسم تاني مش عارفة والله هو الفكرة كل انا حبيت الاسم او حسيته مميز او يعني هو الاسم هو مميز مش موجود اه اه فحسيته انه خفيف كمان حتى كمان يعني سهل انه يتحفظ تمام فعشان كده اعجبني الاسم طبعا هو التواصل بيتم من خلال الصفحات ومن خلال الارقام التواصل مزبوط طيب كتير جدا مننا لما بيحب يشتغل أولاين مع احد ويتسل به مرة واثنين بيزهق او بيتداي اما بعتك رسالة ومرة واثنين ومترديش وبعد دي حاجة يعني مش كويسة بزبط فازاي تقدري ان انت توفقي ما بين برضو يعني حياتك الشخصية وما بين الشغل بصي هي حتت ان هو يتواصل معي وما يلاقينيش موجودة في الاوقات بتاعت الشغل اللي دي صعب من هي تبقى موجودة صح طب هي بتبقى موعيدة عمل انا ببقى متاحة من الوقت كذا لكذا في الوقت دا حضرتك كلمتاني في رسالة بكده بتديك ان انا متاحة من امتى لامتى مزبوط في الوقت دا حضرتك كلمتاني انا موجودة بعد كده لا من غير متاح تاني يوم بقى في نفس الوقت هتلاقيني برضو موجودة فده افضل كتير انك بتعرف تفصلي ما بين حياتك الشخصية ولانك في الاول وفي الاخر مهما كنت بتشتغلي انت لك حيات تانية طبعا اكيد وعشان كده سألتك السؤال دا لان احنا مش حياتنا وكلا دا شغل خصوصا الست المصرية يعني خلييني اتجاني معنا تلاقي حياتها حاجة تانية بزب هي بتبقى ليها بيتها ومسؤولياتها والحاجات دي كلها هي تحديد الوقت تدي والناس بتبقى متفاهمة يعني العميل بيبقى متفاهم دا انه خلاص حضرتك متاحة من كذا لكذا خلاص انا بتواصل معك دا بيدي اريحية اكتر اكيد طبعا طيب اتكلمنا على العميل اللي هو دايما متانشن وتكلمنا على العميل السهر والدايما نسيب لك كل حاجة مزبوط خلينا نتكلم برضو ونرجع تاني للعميل اللي هو دايما شايف ان دا صح وفي نفس الوقت انت لو عملتها هتلاقي ان شغلك شكله مش لطيف فهل بتاعتزريره ولا بتعملي ايه معي مزبوط فيه اكتر من كلين قبل ما انا هقدم لك حاجة انا هقدم اللي هو بالدين شكلي بهيقلي شركتي هي دي نقطة والنقطة التانية انا عايز اقدم لك شغل يخدم يعني يخدمك يعني انا عايز اعمل لك شغل كويس علشان لما نيجي نشتغل الكمبين دي تنجح علشان لما نيجي نعمل حاجة المردود بتاعها يبقى كويس فالاول وفي الاخر انا بعمل حاجة ليك انتا مش ليا قبل يعني انا مش ليا خالص انا الديزاين هعرف اعمل اكتر من ديزاين بشكل كويس وهقدر نزله لشغلي وهقدر اسوأ لشغلي بس هي الفكرة كلها ان انا عاوز اعمل لك انتا شغل يفيدك انتا يفيدك مش مجرد شغل ان اعملتوا خطة عليه فلوس بالضبط انا عايز اشرح لك انا هعمل ده علشان ده هينفعني في خطوات تانية قدام ودي اللي بنوضحها في البلان ان انا ليه هعمل ده انا هعمل ده علشان الاستيب اللي جاي هتحتاج والاستيب اللي بعد ده هتحتاج اكيد فيه بقى كلينت بيفهم ازاي بتقدر تشتغل على نفسك او تجديد من نفسك لان اي حد بحب التجديد او وخصوصا احنا مجال الجرافيك اصلا دايما تجديد كل ديها تجديد كل حاجة هيا الفكرة كلها اني بحاول بقى اوفق ما بين ان انا اشتغل واخد كورسات اونلاين انزل كورسات حاجات مثلا انا محتاجاها يعني الحد الان بتاخد كورسات اه طب حلو جدا ما اكتفتش ان انت مثلا خلاص انا فتحت شركة خلاص انا لا لا ما فيش المجال نفسه بيتطور بسرعة جدا فلازم ابقى افضيت دايما بالمجال حلو جدا علشان افضل موجودة طيب وكمان ان احنا الساحة بتاعتنا يعني الجرافيك دزينا فيه كتير وفي ناس عندها اوفقار كتير وفي ناس عندها شغل كتير تمام فكان لازم يبقى فيه منطبع هنتكلم عن فريق العمل اللي بجد تعب معك كتير جدا اه جدا عزاك يبقى يتكلميني عني انا عندي تيم قوي جدا انا فعلا بشكرهم جدا هم استحملوني في اوقات شغل صعبة واوقات شغل كان بيبقى علينا ضغط وكان بيبقى علينا تعامل مع عمل صعب انا بشكرهم جدا جدا سواء الموشنز الديزاين الميديا باير الكونتنط بجد هما يعني تقدر تقولي ليش والله يفعل ان شاء الله ربنا يعني يكرمهم دايما وان شاء الله يبقى فيه تعامل بنا على طوله ونفضل تيم بتاعي واقف ان شاء الله ان شاء الله تفتحني شركة واثنين وثلاثة وربع عشر انت حد طميب حد يعني جميل جدا وشغله اجمل منه كمان طبعا انت شرفتيني هل حب تقولي رسالة للبنات اللي دايما معتمدة على بابا وماما انا كنا بقول للشباب دلوقتي خلينا في البنات لا هي فكرة البنات مش اعتماد على بابا وماما قد ما اعتماد عليك انت في المستقبل لازم يكون ليك مكانة لازم يكون ليك كارير مش هنقول ان اثبت ان انت ست مصرية جدا بالضبط هي ست المصرية لازم اخرها بيتها وجوزها والجواز والحاجة دي كلها عشان بيتقلنا كلنا الكلام ده ده طبيعي عادي مش هنقول ان الست لا مش اخرها البيت وولادها ومسؤوليتها لا خالص بس لازم يكون ليك كارير انت حباء او انت بتطلع في طاقتك اكيد طبعا انت شرفتيني مش اقول لنا حلقات مش حلقة واحدة بس انت شرف ليا اكيد والنجاح لنجاح للكتابة يا رب تكونوا استفدتوا من حلقاتنا واكيد استفدتوا لان الرافيك ديزائن هو عالم وعالم جميل جدا استنونا في كل جديد من برناميكم اسرار حياة